بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني الكرام هذه هي الحلقة السابعة من برنامجكم اليومي لعلكم تتفكروا حديثنا في هذه الحلقة عن الاستفهام في القرآن أيها الأحبة أصل الاستفهام أن السائل يبحث عن معلومة أن السائل يجهل معلومة يريد أن يخبره بها المسؤول وهذا المعنى ليس في كتاب الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم كله والله سبحانه وتعالى لا يسأل الناس عن معلومة فهذا النوع ليس موجود في كتاب الله عز وجل وعليه فهناك أهداف أخرى غير الاستعلام غير طلب العلم وهذه الأهداف كثيرة تكلم عنها البلاغيون وتكلم عنها علماء القرآن كثيرة وما زال علماء الإسلام ما زال خدمة كتاب الله عز وجل ينحتون معانيه ويكتبون فيه ومع كل ذلك يبقى كتاب الله عز وجل ذرا لا يخلق عن كثرة الرد يبقى منبعا منجما لا يمكن الوفاء بحقه من البحث ومن التأمل ومن الدراسة ومن التأليف ومن الكتابة ما زال موضوع الاستفهام في كتاب الله عز وجل موضوعا جليلا وعظيما وكتب فيه الكثير وما زال يحتاج إلى كثير من التأمل للاستفهام أغراض كثيرة منه ما يسمونه الاستفهام التقريري ومعنى الاستفهام التقريري أن المقصود بالاستفهام أن يقر المخاطب بالمسألة التي ورد عليها الاستفهام هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نعم أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والإنسان هنا لا بد أن يقر بهذه المعلومة يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بلى النبي صلى الله عليه وسلم يقر بأنه كان هكذا قبل أن ينزل عليه الوحي وقد هداه الله عز وجل وآواه وأغنى هل أتاك حديث الغاشية؟ يقر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أتاه كما كان صلى الله عليه وسلم ليلة في شوارع المدينة المنورة فسمع امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية؟ فقال نعم أتاني نعم أتاني هذا النوع من الاستفهام كثير في كتاب الله عز وجل ويكثر في مخاطبة الإنسان من حيث هو إنسان ويكثر في مخاطبة المشركين في قضايا الإيمان والتوحيد التي يمكرونها كاليوم الآخر وقدرة الله عز وجل على إعادة الناس على بعثهم بعد موتهم هذا النوع كثير كذلك هناك نوع يسمى الاستفهام الإنكاري الاستفهام الذي يقصد منه الإنكار على من يتلبس بمحتوى القضية التي ورد فيها الاستفهام فالله سبحانه وتعالى ينكر كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون فالله سبحانه وتعالى ينكر على هؤلاء كفرهم بالله وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من عدم وأحياهم وأمواتا جعلهم كانوا أمواتا فأحياهم إلى آخر الظروف التي مروا بها والتي سيمرون بها والمراحل التي خلقوا عليها هناك الاستفهام بمعنى النفي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا بمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أصدق من الله قيل أي لا أحد أصدق من الله قيل هناك استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة هذا استفهام بمعنى التفخيم وبمعنى تعظيم القضية حتى تعطى مزيد عناية وحتى ينتبه لها المخاطب ويعرف حقيقتها وأمرها وأهميتها هناك استفهام بمعنى الاستبطاء ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من المفاسقون استبطاء لأن تخشع قلوبهم لذكر الله الاستفهام له أكثر من حوالي ثلاثين نوعا عدها علماء علوم القرآن والمفسرون والبلاغيون لأنواع الاستفهام والمهم أن يبحث المتأمل ليس هناك أو على الأقل لم أعرف من خلال بحثي ضابطا يمكن أن يعلم به ضابط نوع الاستفهام هل هو تقريري أو توبيخي أو إنكاري أو غيره إلا بتأمل السياق ولكن المؤمن القارئ للقرآن المستهدي به المقبل على الله عز وجل مريدا هدايته ومريدا أن يذيقه حلاوة هذا الكتاب العزيز لا بد أن يكتشف بإذن الله عز وجل نوع الاستفهام ويعرف المراد منه بالتأمل وبالممارسة ولأن القرآن كما قال الله عز وجل الكتاب متشابها مثاني لأن القرآن يعين بعضه على بعض فإذا قرأ الإنسان وتأمل واكتشف أنواع من هذا الاستفهام فإنه كلما زادت قراءته وتأمله في القرآن اكتشف أنواع أخرى وزاد تكررت له تلك الأنواع التي عرفها من خلال تأمله الأول ومن خلال المواضع التي تكلم عنها التي عرفها من خلال تأمله الأول أيها المشاهدون الكرام قضية الاستفهام في كتاب الله عز وجل فائدتها وثمرتها أننا نعرف أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا بهذا القرآن لا على أسلوب واحد فإن أسالبه تتعدد بحسب تعدد الأسالب العربية فهو كتاب عربي كما قال الله عز وجل إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون والأسالب أحيانا تتعدد للاستفهام أغراض وأهداف في خطاب العربي فالقرآن نزل بها وإنما يفهم ذلك بالسياق والأسلوب ويكثر الاستفهام في السور المكية وإن خلت بعض السور المكية من الاستفهام وإن وجد في السور المدنية لعل سر ذلك أن السور المكية تخاطب مجتمعا ما زال مشركا ما زال كافرا وتتعدد الأسالب والاستفهام في السور المكية أسالبه متعددة غالب الأسالب موجودة في السور المكية أما السور المدنية فالاستفهام فيها ليس كثير الأنواع وإن كان موجودا فيها الاستفهام من حيث هو فتأمل هذه القضية وتدبرها معين على فهم كتاب الله عز وجل لأنه يفهم به الإنسان تفسير الآيات ويفهم به معانيها إذا عرف نوع الاستفهام والغرض منه في خطاب الله عز وجل في هذا الموضوع دون هذا ولا يرجع الأمر إلى أداة من أدوات الاستفهام ولا إلى أسلوب من أساليبه بقدر ما يرجع إلى السياق والتأمل يكشف ذلك ويعرفه وعندها يعرف الإنسان مراد الله عز وجل بهذا الاستفهام ويعينه ذلك على فهم كتاب الله عز وجل أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يفهمنا كتابه وأن يكشف عنا أغطية الجهل والمعصية وأن يجعلنا هداتا مهتدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمعين ترجمة نانسي قنقر